اهلا وسهلا فيكم امنوني عنكم اخباركم ان شاء الله يارب تكوني كويسة وبصحة وبسلامة واليوم حلقة جديدة متل ما تعودتوا علينا من طول عليكم مباشرة يعني على الهواء شف خميسه انا بكرة طبعا خميس ما خدي اوف مني بس مش مشكلة المهم النهيين اليوم موجودة مساء الخير تمارا مساء الخير على كل استاد المشاهدين والمتابعين انا منيح بصراحة لاغينا عنك الله يسعدك لا بس هو بريك كمان شوي نفس نفس هلأ هي بكرة مش موجودة مش انا اللي قررت هي قررت اجازة يوما ما اجازة يوما ما ويوم الجمعة طبعا هي كمان اجازة اليوم بدنا نعملكم اصفات طيبة فيه اشياء مبتكرة اشياء هيك فيه مطبق خميس يعني اليوم بنقدر نحكي مطبق خميس معاكم ويرحب بكم اهلا وسهلا فيكم على رحلتنا اليوم رح نقلع هلأ واضح انك انت بدك شوية وقت تشدلنا الرحال بس بغض النظر بالظبط وش قدري احكيها هاي الكلمة بدك تصحصح انت شكلك كنت تعبان الفترة لا 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 ما ترد عليها لسه رمضان ما اجفك اليوم حلقة حلقة عادية علي تعالوا دخلوا لنا حبيبينا بحكي تعالهم على الصحصح والتي روى اشياء تعرفوا يعني اللي بنكت تحت الهواء طيب فضل شو عمدين اليوم بدنا نعمل وصفات عن جد طيبة ايلا بدنا نعمل الكباب الكباب مع الفستو الحلبي وبدنا نعمل كمان اشي كتير طيب هيك بخبز الترتلة مع اللحم المفرومة ودبس الفلفل ايوه ورح نعمل سلطة كتير طيب انا بحبها لما اعمل دايت بعمل لحالي يجاوهي مش دايت عفكرة بس انا بحكي لها دايت عشان سلطة مداما انت خدي الاسم الاش دوه مش مشكلة مش مهمش ابوغا درسي بايونين حدا ما نجد دخل بالدايت يا جماعة ازا حدا عامل دايت بشوفني ما هدا ما لكم مش دخل بايونين انا بستغل الاسم يعني سلطة خلص سلطة ايش بحط فيها عقد انا حر يعني سلطة وكباب اليوم سلطتنا ملغومة ورح نعملها بالزنقر من وين؟ من الوادي انا عفكرة مبارح عملت لكم سندوشات زنقر كان جايين الضيوف بالليل فقلت خلص جايبين عشا ورح والله والله لو افرجيك ومبارح رافد اول ما فاتح بطلو ايام هيك بالمايكروويب فتح اخوه طبعا لازم يتناقر وبقدروش اول ما شاف بقول لي شمانا رافد طلبت له من بره وكانوا من الوادي بس الله بيحبني لانه انا كمان يعني طماعة شوي هو بحب كتير الحر انسوا كل الاشراط اللي اشتريهم للمنتجات وقفت ايك عند احلمة في الموضوع انه في كتير سوبر ماركتس ما بنقدر نقول اسماءهم بس عن جد كتير سوبر ماركتس موجودة بعمان بتروحوا بتلاقوا تلاجة كاملة لمنتجات الوادي فالحلو بالموضوع انكم بتوقفوا عن جد تحطوا ايدكم واخدكم بتتحيروا بالموضوع وانتجات يعني انا مبارح اخدت اكتر من نوع ومن ضمنهم كان الزنجر اللي مش حار اخدت الفلية الجاج العادي وقلت له رافد حط انتشط طمامة صراحة كتير طيبين وكمان شكي لهم بعد ما قاليتهم على اليوم بتشوفوهم لنوصل السلطة رح تعجبكم انا متأكد فاليوم طبعا رحلتنا رح تبلش معاكم ربدة ساعة من الوقت فحب كتير تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تيفي كتشل عمان تيفي اوفيشل بما انه هيك حابين نطلع رحلات وبس اوصل السلطة اللي فيها الوادي رح احكي من قلبي ليش ليش؟ والله ما هي دعاي حلا انا بحكي جد والله ما هو موضوع دعاي وانا عم بحكي بس احكي والله والله ورح نطلع معناتو معاكم بالوصفات وما تنسو تشارجو الحلق او ترفعوها العدد كبير من المتابعين وما تنسو كمان اتدردشوا معاي من خلال التعليقات كباب الفستق الحلبي رح تحتاجه لتنين كيلو لحمة مفرومة لبصلة مبروشة لكوب فستق حلبي مبروش ولربع كوب سماء وثلاث حبات من البصل وثلاث حبات فلفل حلو اخضر وخمس حبات فلفل حار وخمس حبات بندورة وستة من خبزة تورتلة بالاضافة لبكتين معجون بندورة ولمعلقة كبيرة سمنة من المراعي ومعلقة كبيرة بابريكة حلوة ضمت بقدونس ملح وفلفل اسود افهم منك شغلة افهمي شغلتين احنا منقدر نجيبها جاهزة من اللحام ولا لازم نعملها من السكراتش لا بتقدروا اكيد جاهزة من اللحام بس انا الكباب ما بحب ابدا البصل زي ما كنا نحكي الحلقة اللي فاتت وهذا الاشي اللي طرقنا وعملنا من خلال اليوم احنا الكباب شايفين البصل انا بحب ابرشو بعد ما ابرشو اصفي كتير منيح تمارا عشان يتخلص من المياه الموجودة جوه هادي واحد من الاسباب اللي بتخلي داما الكباب ما يكون شكل مرتب على السيخ اوكي فانا عندي هنا البصل بدي احطه بعد ما برشنا وصفينا من ميته انت داما بتقول بهيك وصفات لازم يكون البصل مبروش اذا ما كان مبروش يكون على السيخ زي ما بيقولوها مفروم على يعني البصل المحتفظ في ميته داخله اذا انفرم الميت لاتبره وصار النابل هذا الشكل تمام اوكي هلا بدنا نحط الملح اوه وبعد ما نحط الملح نحط فلفل والبابركة وبعدين في عندي هون الخضرة اللي انتم شفتوها بصل وفلفل وهي الاشياء رح نعمل فيها اشياء كتير طيب رح حط البابركة الخبز موجودين بالريسبي لانه بالخبز رح نعمل تعرفين الدحن الحمرة هاي اللي بيحطوها على الخبز لما منوح مشاوية رح نسويها اليوم رح نستخدمها رح نعملها اكيد بسمنة المراعي مع دبس البندورة او مع جون البندورة كباب بس ملح وفلفل بالعادة انا حاطت البابركة لانه انا مدخل الفستق الحلبي وعم بحاول ابتكر ولكن بالعادة انا ما بحط ابدا ابهارات في موضوع الكباب فش ابهار يا جماعة بالكباب هذا الاشي قولا واحدا عشان بس نكون عارفين بس انا اول مرة اعرف انه بنحط لها بابريكا لا اما انا بحكيلك هلا بقولك انه عم ببتكر يعني فيها فستق الحلبي حلق بنحط الفستق الحلبي المبروش لما تلاقوني هيك باخد موقف خميس تذكروا انه فيه مكيف بكون شغال مكيف محطوط ضمن قرارات الادارية اللي انا احترمها واقدرها ماذا يقولو انا بحكي عن لغة عربية انا لما بلش احكي لغة عربية فصحة انتوا عارفين يعني احنا عملين اتفاقية متدخل فيها طارق والله طارق ملحم لازم يعني معناش ممكننا عن جد اكيد طبعا مدير البرامج انت ما بتعرفش حكياني ايش قلك قال لي خميس بس واسماعيلي ثلاث سنين بالقناة عمره ما حكالي ايش طارق قال لي خميس اطلب منك شغليه وهو كتير مؤدب محتر او الله بجنن يعني طارق ايش ميحكي بقولو اه صراحة يعني كتير يعني بخجل احكي اه او لا يعني كان لازم اعمل بالاتفاقية شوية هيك بنود يعني البند اللي كان لازم اضيفه وس انا مخي ما كان هيك قادر يركز حسب درجات الحرارة الخارجية لما تكون تحت السبعة هدلة بتكون خمسة وعشرين اسكاجوليك اعملي انتي ودانا معي او انا لا خلص انا لقيت الحلول شوفوا هديات الولاد بتجنن على اللبس والله طلعوا بدي غير شكل اليوم كيف بس انا حاطته لا رافض هاد قدش قدش هلا المكيف محطوط واحد واشيه هداية جمده انا مبدئيا ملتزم بالأوردر اللي اجريسه يا سيدي بتمون خلينا نشوف شوية التعليقات من الناس اللي عم ببعتونا ناحت بتقولك شونه عن اللحم اللي استخدمت دقيقة اكمل بعد انت جاوبنا كمان لارا عم بتقولك شوف خميس بنقدر نحط البابريكا المدخنة كمان مونة نابلسي اهلا وسهلا فيكي وبتقولنا طبعا مثل العادة متقلقين جمال كمان شكرا لإلك وعبير كمان اهلا وسهلا فيكي فبالنسبة للسؤالين نوع اللحمة خميس وكمان فرمتها ايش لازم تكون وبلاس انه بدهم يعرفوا اذا ممكن حط المدخنة البابريكا طيب نوع اللحمة اكيد انا بستخدم بالكباب عندي تمارة انا بحب استخدم دايما القص تبع العجل والخروف يعني ايش نقوله قص عجل وخروف ما نقوله مثلا لحمة كباب لا 600 اربعمية خلو الكباب لحمة الخروف تكون فيها اكتر بالكباب اوكي 600 خروف اربعمية عجل يعني اكتر خروف واستخدموا القص تابعة اللحم وتابعة العجل وتابعة الخروف كثير طيبين اقولي طب اذا بنا نعملها بالجاجة بتزبط بس بنفس الاشياء عملناها اصلا يعني هلأ كنت ممكن ما بطلعش هداك الزمن انا وياك بالضبط اه بزبط بزبط بس منواعي تكتير قريبة عملناها فيك الراس اصدكي لانه الكبر عبر عادي مش مشكلة يا ابني صف توجيهي يا جماعة بدي انكر على العموم بدي منكم تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب هلأ بطلع لكم اياها طبعا على الشاشة بحب انكم تعملوا لها متابعة لانه اي برنامج لعمان تيفي بتقدروا تلاقوه على القناة وما تنسوا كمان انه بتقدروا تلاقوا اي وصفة بتكم اياها جاهزة كاملة مكملة على القناة يعني بس بتكتبوا اسم الشف خميس كباب بجاج وبتكتبوا جنبها اعملناها يا تمارا مش من فترة قريبة او بعيدة بتطلع لكم صح ما بقدر يسكت ما بعرف طيب هديك المرة اه حكينا انه برضو على السياخ وعنشوا ما تقولوا لها الشك على السيخ له فن له فن اول اشي بالشك لازم تكون اللحم كتير بردي او تحطوا مية فيها تلج حطوا قوتكم فيها مسكوا فيها عشان اللحمة اذا اذا اللحمة كانت خليني احكي تمارا اللحمة كانت بره تلاجة لفترات طويلة لازال لم يجينا نطلع رحالة اذا ما كانت محطوطة بايس بوكس اذا ما كانت محطوطة بايس بوكس تلاقوها كتير بالنسبة الدهنة تعيتها بالدوب فمتي فمهم جدا اللحمة تكون باردة مبردة منيح بالتلاجة المي اللي عم نستخدمها فيها احطوكم هيك مكعبين تلج خليها دوما كمان تكون باردة لما تجي تفردوها انا اطلع معكم منيحة كتير حلو يعني هذا بالنسبة لموضوع الشك بس بالنسبة كمان خميسة ديك المرة طبعا اكيد بأوجه تحية كميات الخضر على الجوة كمان لهم دور بس انا بدي اوجه تحية كتير كبيرة لإخلاص المنصير شكرا لمتابعتك ولنوال كمان اهلا وسهلا حبيبة قلبي كمان بس بدي اسألك بالنسبة لموضوع الشك خميسة احنا كتير ناس لما بنطلع رحلات بالذات انه لازم زي ما انت قلت نجيب كل شي مش جاهز عشان نقدر انشك هناك يعني لو شكناها وجهزناها وجبناها من البيت ممكن تفرط صعب اه اكيد اكيد انتو بس حطوها في بوكس وخلص هيك تكون افضل يعني تمام اوكي وبعدين موضوع لما نمسك السيخ الكبابة وإحنا عم منشك إلو دوره كمان يعني الطريقة اللي احنا منلف كيف منلف السيخ منخلي اللحمة تصير بشكل خلينا اقول دائري ملفوفة بطريقة انه ما تكون مثلا يعني انا بس بك بس هيك وبحطها رح هذا الجهة هاي رح تشقق وطوع فانتي وانتي بتلفي بتحسي انه حلق بتصير تلفيها يعني من البداية تطلع كيف مثلا اعملت هيك ايدي هي اللي عم تاخد شكل النمطي تبع اللحمة عم بلفها خليتها تصير قوامها منيح بس هذا السيخ كبير الحقيقة وكأنه السماكته برضه منيحة بتكون اه 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 انا بحبش السيخ الكباب طب انت لما تطلع مع صحابك تشو وتهشو وتهشو انا ولا بعمل اشي غير اقاود اكل ما بعمل بعدين انا فكر حالي عم بشوي طلعوا السيخ قداش طوله مش بالقناعة على اساس احنا اوكي بس مرؤولي بس لا انا توقعت انه مثلا انت من الاشخاص يعني فيه ناس بسان بقولك هو تخصص الشوي فيه ناس بقولك انا تخصص الشكل انا احكيلك شو انا احكيلك شو بصراحة انا اصحابي او اهلي لما اطلع رحلة بيخب الخبز لانه انا ولا بادخل باشي بها الموضيع ولا ايلي دخل وشو دخل الخبز في النكمان تتدخل عشان باعد ااكل باستناش حدا يعني انا بروح عند المنقل بحط الكرسي وبعود بحبش ااكل هذا الحكي بارد حيئة يعني اه انه شو بقيت الشرط يعني ما انت مني احنا قلتلي ولا نفكر نعمل طلع وطشة وتتجي معانا لا الفكرة الفكرة تمار انا ما باكل هذا الاكل بارد يعني حطوه قلب نو كل مرة واحدة بعرفش انا بحب مباشرة لا بصلا بوقف على السيخ ما هو بصير يتنقرش طول ما هو قاعد يعني انا مثلا لازم احشر حالي عند السيخ ولا يمكن عند الشوية لما بيكون بشوية يعني يومها لا بصير شعراتي ولا بعمل ولا اي اشي بوحيك بس بتنقرش بديك تقعد عندي كمام بصير شعراتي كمان لا يعني منكون طلعين مع اصحابنا وهيك طشة طب احكينا على الخضار اللي حطو يعني ما شفتك استخدمته الخضرة هلأ بدنا نتبلها ونحطها بالفرن ما شوية عشان نحطها مع الجاط لما جينسكو بالاخر ورح نعمل كمان البرشة برشة البصل مع السماء السماء رح تكون كمان كتير كتير طيبة تمارا طيب احنا في عنا مروتي فاصل طيب رح نطلع بالفاصل الاول وبعد الفاصل ما شاء الله علي دقوا الخشب اسم الله انتايم طلعتكم ماشو يا علي هيني جايت لك طيب رجعنا اكيد كمان مرة لجزء الثاني من حلقتنا واردي صرنا شاكين لكباب بدي ارجع اذكركم انه احنا موجدين معكم لايف على صفحاتنا بالفيسبوك عمان تي في كتشن عمان تي في اوفيشل اي سؤال حتى لو ما جاوبنا بالحلقة لانه التعليقات عندي شوي بتعليق بقدر خميس بالليل هو قاعد هيكي رايق مع كاسة قهوة يالله هي شغلتني بالليل يجاوب لانه لا سألئي لك انا مرحبا كيفك تمارا برد عليهم بس انت كيف منعمل هيك وكيف منسوي هيك راح ارد علي كل حدا قالك قالوا مرحبا مردش على الناس تانين جكر فيك كل حدا قالوا تمارا قالوا مرحبا تمارا قالوا مرحبا كمان قالوا اه 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 هيك راحكي لكم خلص انت حر بينك وبين متابعين عمان تي في انت حر لا بمونو طلع كيف وقعتني وقعتني معكم شفتوا كيف يا جماعة طيب هلا انت بتقول انه احنا اليوم بدنا نعملهم بالفرن نعم قدي ممكن نكون داخلين بريسك انه السماكة تبعت كل سيخ ما تكون نفس التانية واشي يستوي واشي يتأخر لا لا ما في هذا الحكي طيب بالمناسبة عم باستخدم طبعا زيت كرم كرم اكيد انتو بتعرفوه منتجاته دايما بترافقنا بالبرنامج ولازم اليوم احكي عنهم لانه فعليا حقهم انهم ياخدوا احلى الكلمات عنهم لانه فعلا كل منتجات كرم روعة سواء بالزيت او بالرز لازم تعرفوا اسعارهم منافسة جدا ما بقدر احكي السعر بس انا هديك اليوم كنت بالسوبر ماركت اشتريت الزيت الكبير من كرم اتفاجأت بسعره جم باقي الانواع الاخرى من الزيوت وكنت كتير مبسوطة انه احنا عن جد موجودين معانا ببرنامجنا عن جد كمان الكمية والكوالاتي الروعة عن جد جيبوا من هلأ مونة رمضان جهزولها اذا بتقدروا ما تفكروا تغيروا عن زيت كرم وعن رست كرم وعن منتجات كرم المعلبة لانها رح تفيدكم كتير برمضان ومن هلأ بقولكم اللي عملناه بالمعلبات ولا اشي جنب الافكار رح تكون فيها طبعا خلال شهر رمضان المبارك مزبوط طيب هلأ اللي رح نعمله تمارا احنا عن الكباب نشكل نحطه بالفرن نحط الخضرة اللي احنا استخدمناها كانت البندورة والفلفل حلو والفلفل حار بنحطهم مش رح نطول فيه كتير لانه الكباب ما بصير ينشف كمان كتير لمدة يعني ما بين الخمستاش والعشرين دقيقة ورح نسحبه وعندي هنا الخضرة كمان رح اضيفها بجوة الفرن قد الحرارة الحرارة رح نحطها متين طيب مرام اهلا وسهلا حبيبة قلبي شكرا لتواصلك معنا بتقول اول مرة بتابعكم تمان ليلى شكرا لإلك وروعة اهلا وسهلا فيكم كلكم بصفحتنا على الفيسبوك رح ناخد معناته الوصفة الثانية هلأ خميشة لا مش رح ناخد الوصفة الثانية ضايل بس بدنا نعمل البرشة البرشة اللي هي قلت هاي اللي بتكون حمراء هاي اللي بتنحط بالزبط لا عشان الخبز برافو عليك وعشان برشة البصل اللي بتكون موجودة دايما جنب المشاوي بدي بس انطبت مكاننا انا ما في عندي لحمة ولا اشي هلأ اللي بدنا نسويه انه انت بتحكي ولا فيه حالة بحكي لا لا فيه فيه بس مش مشكلة يعني والله الله وكيلك اغمز زمر اعمل اي اشي ما بقدر بعدا هيك نزلت لي تابي لتحت مرة واحدة كيف بس علي احكيلو لا الحركة هو لو نزل برضو مبين ما عنا مشكلة انت لو تشاهدها روهانية انا هيني طلت سمنة المراعي فبامون عليكي بتمون بتمون هلأ سمنة المراعي طبعا انتو شايفينها موجودة معانا سمنة بنكهة الزبد النقية صراحة روعة سواء بالوصفات المالحة الطبيخ العادي وكمان بالحلويات وبرضو دايما بحكي لكم انتجات المراعي شو ما حكيت عنها رح اضلني مقصرة بحقهم حقيق طيب هلأ بدي احط السمنة جوا الطنجرة هون اوكي الهدف من هذا الموضوع بدنا نطبخهم مع البندورة هريس البندورة او معجون البندورة على النار نحط لهم ملح و الفلفل مع شوية دبس فلفلة عشان ندهن فيهم الخبزات اللي بدنا نحطهم تحت الكباب انت بتعرف انه هاي الخبزة يعني فيه ناس بعملوا جرائم عشانها بس بتعرف مو زاكي بالخبز العربي انا لا زاكي كثير بالخبز العربي انا بحبها بالشراك اسمي احكيلك شو ليه كمان معيك حق الفكرة بالخبز العربي اذا كان خميل اذا كان شامي بيكون كتير رقيق بيكون كتير طيب الحقيقة انا ايه اصول للخبز الشامي بالكلب بتقطعيه اول تقطيعة هيك والان الثاني تقطيعة بتحطيها مع بعض انا راح اسكت وتفضلي مش راح احكي اذا لاني بحب الخبز الرقيق على فكرة باكله هو ما باكل الخبز اسميك لما كنت اكل خبز برافو عليكي هذا اللي انتي حكتيه على فكرة مزبوط انا ما بحكي اشي تضحكيه والله جات بحكي حكته مزبوط الخبز الشامي بالمشاوي هو كتير رقيق وكتير رفيق يعني كتير طبقتينه بتطلع عن طبقة من انه بس بستخدموا لها هاي الخلطة ممكن شراك اذا لا نفترض هلأ ببلشوا يبعتولي انه اذا كانوا مقطوعينه بشكل مستعجلين عملوه بالبيت يعني بنعمل بقي نوع اه طبعا اشراك كتير طيب اصلا بس بتعرفي شو مشكلتي الاشراك الاشراك كتير رفيع يعني خمالته خمالته اذا حطينا عليها الصوس الاحمر اللي احنا بدنا نسويه بتحسين ان اذا تشرب والصوس الزيادة بصير سوقي هيك بتشرب بطل بتشتش بجوز تانكيو هذا المصطلحات غير شكل ما تقول لي شكرا موصوعة انا صار اندي فضول اعرف الموضوع اللي بحكو فيه بعدين بعدين ملحوقة بس بدي احكي لك شغلة خميسة لقد بس اللي فلي فلي بحب دايما احنا عملناه اكتر من مرة مع يارا مع هانيا وكمان مع خميس بس بحب دايما انهم بسألوا عنو انه روحه مو طويلة تشوفي اي اشي اي اشي اي اشي بالعمل هوم ميد روحه طويلة اذا عرفنا كيف نمزع الكلافز اذا عرفنا كيف نمزع الكلافز بنعرف كيف روحه بتكون مش طويلة كتير الفكرة كيف كيف بنشتغل فيه شكرا يعني اندي فضولي كتير اعرف الموضوع بس مستمع مني المرة جعلوا صوتكم اوكي فكرة لما بنيجي نعمل دبس الفليفلي كيف البدايات يجمع البدايات كتير مهمة بموضوع كيف التعقيم بيبدأ وكيف هم بينشفوا بسرق طبعا وكيف تتخلصوا من المي وكيف المرتبان احنا نستخدم يكون معقم ما يكونش فيه بكتيريا بتساعد على انه يتأكسد ويضرب هذه اشياء كلها لها دور كتير كتير تمارا حلو حلو زي ما احنا حكينا عندي هون السمنة بس بدي احط عليها معجون البندورة ونطبخها مع سمنة المراعي مع الملح والفلفل اوكي وبدنا نطبخهم حتى هيك البندورة يتغير لونها اوكي اولي لا بس بدي ارجع اشوف هون مجموعة من يلي عم بيتابعونا اكيد بحب كتير انكم ترجعوا دايما تتذكروا عشان الوصفات تضلها موجودة عندكم بانكم تشيروا الحلقة كل مرة بدي اقول هون طبعا لهيا اهلا وسهلا فيك يا هيا بتقول يعطيكم الف عافية كمان بدي اقول لسهاد يوسف يسعد مساكم شكرا للك وكتبعا طبعا دائما بتتابعنا سوسا السيد من جدة تحياتي لكم جميعا اهلا وسهلا ووجدان بتقول لك شو مجهزنا بشهر رمضان مبارك من مطبخ خميس تحديدا صراحة برمضان ما رح يكون في كتير مطبخ خميس سيكون تركيز على الاكل العربي بس بطريقة هيك تتقدم بطريقة تعجبكم يعني مش رح اقدار كتير اخد الرزق صراحة نعمل اشياء غريبة برمضان مش وقت ابدا واحد صايم تيجي مارك بتعمل له وصفة تقول والله خميس عميله على الهوى يعني الواحد صايم يكون انه يجي الزلمي عبيته يلاقي مرته لش ما نقول مرته ترجع على بيت اتلاقي جوزها يلا شباب شباب يلا 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 احنا عشان نروح نسوان نبدو ميجي لا اكيد احنا ما توصلناش للمرحة كل التحية والتقدير للسيدات عادي اقول انا بشتغل ارجع لاقي مثلا حدا مجهز للفكوري غالش ما تخديناها هذا ما علي بصير ارود عليها لانه الناس ماستمعينك سمعيني الفكرة تمارة لا تخديناها المنطق اكل التقدير لست اسمعيني لو سمحت الفكرة انه احنا من دلالكم علينا منتوقع منكم دايما تتمنوننا اشياء طيبة فلو سمحتي فخلينا ارد عليك بس انت بتعرف غالش غالش كمان هلا ايوه شو رح ارد عليك روزي انا متعود بروح انا بلاقي اكل زاكي بلاعادي فأنا بحكي فيما يجول بخاطري اللي أنا بشوفه ببيتي فأنا برمضان بتوقعش أروح لاقي في اختراعات أنا شخص بتحكاش أبداً بساعة تطلب تجيب أكبر لحظة يتعني بلحظة يعني يوماتيك هايكو بتحدث غصب نعني بسيحكي أوكي طب أقولك شغلة هاتوا نطرح هذا السؤال يا خميس يلا جاوبونا على السوشال ميديا مين عندها جوز ممكن 24 ساعة يفوت ينظر آخر عشر دقايق أنا أنا مش هدا شخص والله على كلامك بردحلات أنت أظن بتكون أهل تستني أداعك والله لا أنا أول إشي أنا مين ما كان يكون ما بعطي في دباك مش زاكي لو أنا وين ما كان لو أنا عزمتك لو أي حدا يكون أكله مزاكي ما بحكي هات زاكي وبعدد فلسف طب أحكي لك شغلة أنا ما بدخل مطعم بيكون أولادي معي وعيلتي وهيك بكون لابس طاقية عشان ما عودش أحسسهم إنه أنا أنا شف خميس فلازم أخد معاملة مش عارف إيه أنا ما بحبش هدا شخص والله ما بحب هذا لأن أنا ما بحب حدا يأتي تفزلك علي أنا بشطل بالآخر وين بمكان مطعم عندي زباين بتيجي بتشوفني وبشوفها ما بحب حدا يأتي يسير يتفلسف علي ويحكي لي تعطيني انطباع عن الأكل تحكي لي رأيك بسمعك طب أنت يعني من العيلة قدامك في البيت مثلا في عيلتكم برمضان يعني مثلا ما بتروحوا أنتو دائما بتقول بتعملوا تجمعات صحيح صحيح لما بتعملوا تجمعات ما بتسمع مثلا مرت أخوك مثلا أختك بيجي بقولولك إنه والله صراحة جوز اليوم فرفط لي روحي قبل الفطور يعني عندكم هذه الظاهرة لا أنا عندي أخو عنده هاي الظاهرة إن أنا بعرفه شخص بديك أحكي أليه بحكي أخوي عامل شو بعمل؟ ده بتجير وتحية أبو عمر طبعا أبو عمر بنحكاش معه بعد الساعتين تانا من الظاهر مش قبل عشر دائما طب ما بيفوتش على المطبخ بطيري نصدار؟ لا لا صراحة إحنا كولياتنا بنحكي الهم برمضان إسمعي الشخص المدخن برمضان أنا بعرف الأشخاص اللي بيكون عندهم عن جد يعني هدول الناس اللي بيدخنوا عن جد بيتحمل يعني جزء منهم بيكون عندهم التركيز مش قل يعني ما بتعرف تفهم لهم مش صراحة أنا عندي صديقة قبل تقريبا أربع سنين مرة بقولها إنتي كيف أن بتقولي لي تعالي اليوم نفطر كلها مع بعض وجيبي لأولاد وهيلي بيلي يعني وين زوجك المعرفتي قلت لأ من الثاني يوم رمضان طلعتوا برا البيت قلت لأ كيف يعني قلت لأ أقسم بالله قاعد بفرم قبل الفطور الفتوش فتلها بكل بساطة بقولها والله صراحة مونا مش هيكل واحد بفرم البندورة قلت لأ كيف بتنفرم البندورة قلت لأ والله أم قالها أفرجيك قلت لأ ما تفرجيني أفرم أنت لأ أفرم أنت المهم طرقت هيكل الصحين قالها لأ بروح عند إمي قالت له هذا المطلوب خد شنطتك واطلع عند إمك وقالت لي رجع رجع بعد العيد فيعني بتصير 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 طيب إحنا هلأ عملنا البرشة بدنا نحط كمان السمة عليهم رشة الملح وبدنا نفرقهم مع بعض وخلص نطلع بالفاصل نطلع بالفاصل طبعا نرجعنا كمان مرة لإلكم مباشرة على الهواء وأكيد لكل يلي يتابعونا بكل بساطة اتواصلوا معنا من خلال التعليقات وما تنسوا اتشيروا الحلقة الوصف الأولى صارت جاهزة بكل توابعها وصارت موجودة بالفرن أو بعرف شو قلت لنا اسمها هاي الثانية خذي لو قدير وتفرج لا لا هادي ايش اسمها لأ عملناها هلأ لا لا ملاس دخل هلأ هادي هادي شو اسمها هاي البرشة اللي بتكون جنب المسار البرشة جهزت كمان بس رح نطلع معكم بالوصف الثاني خبز الترتلة مع اللحم المفرومة رح تحتاج له خبز الترتلة مع اللحم المفرومة حبة رمان بالاضافة لحبتين فلافلة حلوة حمرة وحبتين فلفل حار أخضر ومعلقة كبيرة توم مهروس ومعلقة كبيرة بابريكا خشنة ونصف كوب دبس فلافلة وربع كوب دبس رمان خس مقطع وبصر مفرومة ملح وفلفل أسود ما تصدق وفرحتي إنه خميس بدأ الفرم قبل ما نبلش على الهواء تعرفوا إنها حكيت إشي كتير مهم ليش أنا فرمت عشان الوقت عشان الوقت وعشان التنظيم تبع الوصفة وهذا الإشي رح نحكي عنه هلأ يا جماعة جزء مهم جدا من نجاح الوصفة هو التنظيم يعني لو أنا مثلا هلأ بلشت الوصفة وآخر إشي بدي أرجع أقطع هلأ أنا أقطعت وخلصت أوكي فردت أي إشي رح يطلع رح حطه مباشرة بس أنا لو إني مثلا بلشت بوصفتي ومش مجاهز الصحي اللي أنا بدي أسكب فيه كل شي بدي أطلع بدي أحطه في جات تاني وبعدين أرجع أنقل هذا الجات على الجات الرئيسي اللي بدي أحط فيه الخس تحت فهذا إيش إسمه؟ هاي تبس اسمه دبل جوب يعني أوكي تانكيو فالفكرة وين؟ فكرة إنه تنظيم مهم عشان ما نتأخر بوصفاتنا فأنا من البداية أنا بدي أعرف إنه بدي أحط الخس تحت ببداية بالجات من تحت بروح أجيب الخس باش ببدا فيه هاي اسمها فرشة الفرشة هلأ هاي حطينا الفرشة أوليتها بحط نخد واجيبها هايك حكت لي هايك حكت لي هانية مش دايما بتقول هانية إنه هاي اسمها فرشة هلأ إذا هانية حكت هيك ما بدر أحكي إشتاني لأنه إحنا زملاء إحنا زملاء تب الزب ماشي بصير إنه فرشة هيك يعني صح تفضلي يا الله إخلصي منهم أنتوا هانية هلا للشباب ديوا الحمد لله أنا مش أنا اللي حكيت هانية اللي حكيت طيب خميز نعم يعني هلأ أنت يعني أنا حاسة إنه الخس رح يكون منظر يعني أويك لا هو مش منظر بقدر هي الفكرة إنه نلف الخبزة تبع التورتيلة باللحم اللي فيها هيك ونقرطها وما نحط جواها الخس لا بدك تحطي حطي طيب أنا عندي هون المقلاء أنا محميها الفكرة إنه أنا عندي هون لحم مفرومة طبختها طبختها مع بصلة من دون زيت بعد ما نزلت المي بعدين حطت عليهم زيت كرم بعدين حطت عليهم البصل المفرومة لحم مفرومة سوري لحم مفرومة نزلتها بطنجرة حامية من دون زيت نزلت المي نشفت حطيت زيت كرم بعدين حطيت البصلة طبختهم مع بعض ولا أي شيء آخر بعدين عندي هاي حبة الفلفل حلو الأحمر المشوية بدي أعطيحها كتير ناعم وأضيفها عليها وأحط عليها البابركة الخشنة وكمان دبس الرمان وكمان الملح والفلفل ونبلش نعمل صندوشاتنا بس بطريقة كتير طيبة حبيت بس إشمعنا يعني أنا هاي قصة الخشن وناعم ومدخنة صورت أفهم الفرق بين المدخنة والعادي بالطعمة صراحة البابركة الخشنة كتير زاكية تمارك كتير زاكية يعني بيفرق أصدك بالطعمة؟ بيفرق بالطعمة وبتحس ملمسها بالتم يا جماعة هو التعبير عن الطعمات مش بس بالطعم نكهات فيه أشياء بتصير باللمس يعني بتحس فيها بتسمعي بالأكل المملة يعني بتحسين والله مملة لأنه كله بتلاقيه كله مطحون كله عم بيرقوا زي الشوربة بس لما بتلاقي إنه فيه أرش صارت فيه إشي مقلي إشي مشوي كذا الطعمات بتختلف فهمتي علي وهذا اللي انت حكتيه كمان منطق كتير يعني عشان هيك أنا عم بستخدم هلا البابركة الخشنة يعني آخر فترة إذا بتحسوا أنا صرت أستخدمها هلأ بدي بكثرة يعني هلأ بنحط البابركة الخشنة وفرصة إذا مخرجنا بديو أخدها هاها البابركة يعني هي مش حارة هي بابركة خشنة فلفل أحمر بعد ما ينشفوه بس بيطحنوه هايها 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 شايفينها خلص أبدأ أحطهم معين مش رح توقف عليهم حطينا هلأ البابركة ملح وفلفل أسود بعدين نحط دبس رمان رح أستخدم إيدي لإني رح أقلب هلأ أنا بعدين نحط دبس إفلفلي عليهم حط كمان شوي ونحرك اللحمة معاهم شوفوا طلعت يعني اسمعي كتير طيبة حشوة بتحسيها هي حشوة بالضبط برافو عليكي إحنا هلأ شو رح نصير نعمل تمارا هلأ بنصير نحطها على خبز الترتلة نحطها بالقلعي ونصفضهم فوق بعض آه زي اللي بنعمل عرايس زي اللي بنعمل عرايس برافو عليكي بس هي مش عرايس أبدا عرايس أجنبية بالترتلة عرايس أجنبية بالترتلة بصير كمان يعني ما بتصير أغنية ممكن بس هلأ شو بنسوي هيك زي ما انتم شكتين أنا حظت هون فيه أشياء بتخخ هيكة يعني الخضرة الخضرة وأنا موجود خافيش من هذا إلا علي متأكد خميس إليك بالعادة تمارا لاش نسيتي وتمارا ما انتبهتي وتمارا يا الله بس بدها بدها طالي هلأ كيف بنفرد اللحم عليها هيك زي ما انتي شايفة بعدين نحطها بالقلعي آه مش منسكرها لا ما منسكرها حكتلك بدنا نحطها بس بالقلعي هيك لمدة يعني ثلاثين ثانية بس عشان معناته زي ما نقوشت لمحمرة أريق لا مش محمرة شو جاب لجاب بحكي لك شكلها هيكة لو أنا غدرت فيي ما باعث منها اللحم مفروم نفكرها محمرة خلص اوكي بش رح حادر رحكي لك لا ما انتي عارفة يا محمد بس بتعرف خميس في عنا هيكة مجموعة من المتابعين يعني برا بتقول لي أنا أول مرة بتابعكم وصراحة كتير حبيت الفكرة أم هيثم بتقول لك من قدر نعملها بالجاج ويكون مفروم أو قطع أكيد بتقدرو بس اللحم كتير أسكي صراحة بس الجاج بلبق معه دبس الفلافلة آه طبعا دبس الفلافلة كل شي بلبق معه كمان أم هيثم أهلا وسهلا فيك شكرا أكيد لتواصلك معنا أي ساعة موعدكم برمضان بإذن رب العالمين حيكون على الساعة تنتين فجهزوا لي حالكم وجهزوا لي كل وقتنا هو هو يعني ما حيتغير بالضبط وقتنا ما حيتغير بدي خف الطاولة بس عجق من هون أنا فيه إشي يعني عم بخليني أدمع لي بالفرن بجوز ولا إشي بخليها أدمع هلأ نعمل هيري أفو أبعاد بولا أنت كيف الفكرة بدي تشرب فكارك توزعهم أنا لا الخبز تتشرب من فوق من تحت تمارة طب وكيف بدنا يعني الواحد بيأكلها هيك بقطعها بس بتليفيها وبتقليها زي سندويشة وما بتكون كتير هاي سندويشة مس سخنية جماع عشان نكون إحنا عارفين طيب هلأ لو واحد حكالي كنت أستنى منك هذا السؤال لو عندنا منقل شغال بقول لك يا السلام وانتي بتي شوي أحطيها بس على شبك على المنقل آآ وكلي كتير طيبة بالله يا خميس كنك جوعان أنت؟ لا أنا صاح من النوم يعني شو لي جوعان وانا ساعتين تانية يا زلماء كيف يعني صاح من النوم؟ لا أنا صاح من النوم مليش ساعتين بفطرش أنا فعني أموري ماشي مات إلي بسيطة بقولي وجبة الفطور كتير مهمة أنا ما بفطر للأسف أنا بعرف بجهز لربوضار أنا بعرف أن وجبة الفطور كتير مهمة بس لو تشوف اللي بجهز لرمضان تحت هون عندك باية القهوة الأدة أنا شفت خميس اليوم لما أجيت فإحنا عم نلتقي تحت يعني نزلت أنا من السيارة وحاملك عكيشي وقصصي بقول له وينك خميس يالله انزل بقولي مش قادرة أقوم تلو كيف يعني مش قادرة أزم السيارة في يعني قال واحد تعاد بجي جسمه بحلحل لا والله كان عندي شغل وأنا هلأ عم بصور وصفاتك كتير صراحة في البيت فبتلاقيني شوي معجوق عم نشوفك بس فهي عشان هيك والله يعطيك ألف عافية الله يعافيكي طيب هلأ بس بدنا نستمر به هدول خلص نسوي أخر ثمتين تمارة أوكي هو بعدين بدنا نرجع نسوي ناخد وصفتنا الثالثة ناخد الوصفة الثالثة بعدين نعمل الكباب بالضبط عديش ضايلهو على الفاصل الجاي ممتاز ممتاز ناخد وصفة السلطة يعني؟ أريدك تخذيها بس كما أنت شايفة بس أخدها هيك عشان ما نخربها أنا هيك بس ما بدي الخبز كتيري يطول الجوة المقلائية آه مش يتحمر يعني تحمص بس أنه ياخد سخونة ياخد هاي سخونة نحط آخر الغيف وخالص تمام معناته إحنا خير نطلع بالفاصل خميس يكون ضبضبنا كون أغراضنا طلعنا وجهزنا وصفة السلطة يلا والله كأنه قاعدين جوا المطعم صراحة واو كيف؟ واو أوكي دحلنا خبزاتنا كباباتنا صاروا جاهزين مش رح نطلع بالوصف زي ما أنت فهنا عبد الفاصل آه لأ عشان الكباب جاهزين عشان الكباب ما ينشف أكتر بالزبط حرام بسخن لحاله بعدين آم بس لا كتير تشكله زاكي وريحته ريحته بتشهي حلق شو بنساوي نسحب الكباب منصفته بهذا الشي هاي الطريقة والخضرة اللي استقردي بالفورة عبل ما أسكو بالكباب تكون الخضرة العط كيف الفكرة محمد؟ والله هي روعة شوفوا يعني تشديد يعني تشديد لوحكي نفسك أنت حاسي أنه مش قاعدة بمكان أو مطعم أنه أنت متشرفي هذا الشي هم هم بتقومت تدخنوه بسيار كمان يا جماع عشان تكون عارفين بدنا ندخنو بس نحطوا بس الفحمة بس حرام اليوم اماً عملت فيها كتير أشياء يعني بصدال الفحم فم يصمحك بس مرضيت بس مهيني مرضيت بس خميس يعني شوف هذا الدليل على أن هكمان اللحم إلها دور إنها تكون الكباب كويس نوعه مظبوط. اللحم مهم. مصدر اللحم مهم. بطر يعرف يطلق السيخ. أخيراً هو زي النار. بالضبط أنا. كمان كلمتين عليه. طيب خميس هلأ أجدك تحط كمان. هلأ بس بدي أزينهم. آه آه هو زين. هلأ دخل في مرحلة التزيين. آه أوكي أوكي. خلص فهمت عليكم. أنا آسف يا جماعة وصلتني متأخر الرسالة. الحمد لله. لنعتبر أنه هلأ إيش. خلصنا سكب. هدول نخليهم بالصينية. لماذا نخليهم بالصينية؟ عشان علي جاعبال. لا عشان الصينية بردانة. ونضفهم بشوية الكباب الموجودين. أوكي. ها خلص. أنا كنت أضع أكثر صراحة. بس ما هيزبط. ما هيزبط. هلأ شو ما نسوي. قبل ما نحط البرشة تحتنا. اللي للكمية هديك. اللي للكمية هديك. نمسح الصحن لأنه أنا ما أحبش هذه المناظر صراحة. لأ. هلأ. منجيب برشة البصل نحطها هون. وكمان برشة البصل نحطها هون. ومنروح على الفرن مباشرة. أمو محمد شو بنعمل؟ أوكي. شو بنعمل أمو محمد؟ منجيب الخضرة. منجيب خضرتنا. اللي إحنا عم نحمر فيها. وللسه مش ماخدي كتير لون. بس شكلها لطيف يعني. أوكي. مش مش هلأ. أوكي. هلأ عندي أنا هاي الخضرة. بندورة مشوية. الفلفل أخضر. عفكرة. مشوي. حس شوي الدبس رمان. لا لا أمو محمد ساري أنت أفكارك. يعني أنا شاكلك بتروحي على معهد. إشي بتدروسي. إشي اللي مش معقول لها بتسوي. يا والله خبرة. برضو. بعدين نجيب الفلفل أخضر المشوي. بنعمل هكذا. أوبس. خليهم خليهم جم بعد. هيك عشان بس الكاميرا حرام. وبنقدر نحكي إنه هاي الوصفة هيك صارت خالصة. طلعوني على الفصل الأخير. بدأ قلكم مش على الوصف الأخير على الفصل الأخير. يلا 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 يلا. صلط الدجاج بالزنقر رح تحتاجون بكات دجاج الزنقر من الوادي. وخسة مقطعة بالإضافة لعلبة الدرة. علبة فصولية حمراء كوب بندورة كرزية. ربع كوب تيركي مقطع. ولا ربع كوب زيتون أسود. وربع كوب كاتشب من كرم. وربع كوب مايونيز ومعالة أكبيرة من الماسترد. فؤاد بعملك هيك 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 هيك. شكراً. أم عادل بتقولك مبدع مبدع مبدع. شكراً يا أم عادل. وقولولي الله يكوني بعوني. على هالمناظر وهالروايح. مع إنه ما بقدر أكل أبداً لحمة مفرومة. ليش؟ لحمة بتعملي تحسس. ليش قال. ولا الكبابة. على فكرة أنا بس شمي ولدوء اليوم. بس اتعطرت بالكباب. لا لا بأعرف يا جماعة. تمرة الله يشافيكي. إن شاء الله بترجعتك بكل إشي قريبة. بتأكدها يداوي من قلبك؟ لا يا تمرة. الله يشافيكي. طيب خميس السلطة. ما لها. اليوم أنت عم تستخدم منتجات منوعة من عند منتجات الوادي. وقررت اليوم تستخدم الزنقر بالسلطة. هذا أصبر دليل على أنه اليوم عندنا الزنقر لما بنقى لصح ما بيخرب مع السلطة. ما بيتشتش. كمان طعمته بتكون كثير ملائمة. موضوع الألي. برافو عليكي. طلعوا هذا دجاج مألي إليه تقريبا من المراعي. إليه إليه حوالي ثلاثين دقيقة. حلو. لذلك وقتنا ويجب أن يكون بارد لما أجي أستخدمه. لكن الألي كيف ده؟ لا تكون النار حامية. لا تكون النار عادية. لا تكون كثير حامية لأنه نحن نجاج بالآخر. بس طلع انتي كيف شكله. قديش كرنشي وبقرش. هذا الاشي كمان له دور. صراحة يعني. هلأ بس بدي أجيب لوح تقطيع ونبلش نقطيع سريع. هلأ السلطة انت زي ما يعني احنا شايفين مكونات هيك تلبق لبعض. يعني الفصولي الحمرة مش دائما نستخدمها بسلطاتنا للأسف إلا بسلطات المكسيكية. بس يعني أكيد اليوم مختارها خميس إنها تعطي هيك نكهة لذيذة جوه الوصفة. مزبوط. نقطع الزنجر. أه ما منحطوه على الوجه؟ لا. حلو. بعدين بدنا نضيف عليه الخضرة اللي انتم شايفينها دورة، الرمان، الفصولي الحمرة. أنا فليفلة ما في فليفلة علي. بعدين شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ نعمل هكذا. نعمل هكذا. والدورة. أحب أفكلكم إنه الرمان مش لهذه الوصفة أصلا لهون. بس يلا نزين فيها. هلأ منزين فيها ما في مشكلة. هذا إيش بأدونس ولا إيش؟ أنا واحد. هذا الأخضر. آه هذا وعدونس أخضر. هلأ بس نقطع الخس كمان. آه فيها خس. صحيح نقطع. هايو. نجيب الخسات نحطهم هون. ونقطع بهذا الشكل. حكيلي عن الدرسنج قبل ما تبدأ. أطلب طلبين. ادخلي إلى الداخل واحضري لنا الكتشب من كارب. بلس. بالإذن. عبر المقطع. إذنك معي خدي راحتك. هيني راجعت لكم. بس دق الباب وانت راجع. أه بش تحكي علي. لا لا دق الباب. تمعتك على فكرة مايكاتي شغالة. أنا عارف أبوكتش. وانا هيك بقول. ويتحكي لي ما في. لا يوجد. بزعل منك. هو هيك. لا. لا يوجد. شو لي اللي لا يوجد. إذا ما في عادي. أشوف لك بالتلاجة. لا لا بطول من عندي. أنا كنت غلبك. أنا أبتمزح خميس. والله كنت غلبك. هاي موجود عندي. أمي محمد دحركك. حاسك كنت بردعني. أعملك أي شيء. طبعا كل هالحوسة. عشان إنلقي له كتشب كرم. أنا شخصيا بحبه كتير. بتعرفه وخلص. مش كل مرة رح أقولكم بجيبش غيره على البيت. وبستخدمه وسائره بجنن. وحجمه روعة. لأن الأولاد الحمد لله بيعصروا عصر. بعدين إيش هلأ عم بصير عندي بالبيت. زنجر. وادي. كرم ماشاء الله. كله مع بعضه أصلا بالبقى يعني بالوصفات. بس كيف ممكن نستخدم الكتشب بزي هيك وصفة كدرسنج. يعني أنا بدي أكل زنجر. ما هي الأشي اللي بناكله معه؟ كاتشب وماسترد وهي الأشياء. فما بزبط نعمل درسنج تانية. ماشاء الله خيال واسع جماعة الشفات. طبعا خلطة هاي بزبط تفتحوا سندويش يا جماعة وخطوها جوار. بالضبط. أو تحطوا خبز محمص مثلا. خبزة فرنسية تلفوها أو خبز تورتيلة اللي زايد للشباب اللي جعبانهم. بس بنعمل هيك تطلع معهم كيزة. ما منحط زيت ولا إشي. خلص تقريبا. بس إرجاع خبرنا هيك شو عملنا بأنه إحنا بقيلنا دقيقة. أوكي. إحنا راح أبدأ بالسلطة اللي أنا بشطل فيها. السلطة اليوم إحنا عملينها بدجاج الزنجر من الوادي. والدريسنج معمول بالكاتشب من كرم. بدي أحركهم مع بعض الماسترد والمايونيز والكاتشب من الكرم. بدنا نضيفهم فوق الدرة والزيتون والفصولة الحمرة والخس والدجاج الزنجر من الوادي. نضيفهم ونحركهم ونسكبهم بالجاطلة عندك. وهيك ذكرت الصلاة. هلأ سريع سريع. شفتي كيف؟ أوكي. بعدين. بعد ونسكبهم. بدي أذكركم إن إحنا اليوم عملنا خليني أقول خبز التورتيلة مع اللحم المفروم. والمميز جدا إنه فيها نكهات كتير طيبة خاصة بدبس الرمان مع دبس الفلفلي. حلو. وبخصوص طبقنا الرئيسي هو كان اليوم كباب. عملناه مع الفستق الحلبي وقدمناه مع برشة البصل اللي هي بصل وبندورة وبقدونس. وكمان ما بدنا ننسى إنه عملنا للخبز التورتيلة اللي إحنا استخدمناه. خليني أقول سمنة المراي. حطينا عليها معجون البندورة. حطينا عليها البابريك الخشنة ملح وفلفل. طبخناهم مع بعض تمارا. وبعدين دهلنا فيهم خبزاتنا. وكان عندي الكباب مست ويطالع من الفرن. فدهلناهم وسكبنا الكباب فوقهم وقدمناهم كمان بهذا الشكل. يا خميس هذه أنا هيك موترتني انطلعها. إلي هون هلأ بشيرها. طيب هلأ هيك بتكون خلصة الوصفة تبعت السلطة كمان. بالضبط كثير. وغير ما حكيت إنه منقدر نعملها بساندويشة. بتقدروا هاي بكل أريحة. إلا الناس بوكلوا خبز عادي. بقدروا يفتحوا الخبزة وحطوها كثير طيبة كثير. مش شوي. تمام. وبس. هلأ بس دي أحط الرمان بس عشاني نسيت أحطه على هون. بدي أزين فيه. ويندك تزين حوالين الصحن ولا فوق الساندويشة؟ هون بالضبط. معناته لهون أكيد حلقتها بتكون خلصة. نتمنى لكم يا ربي دوام الصحة والعافية. ودايما نكون مترافقين مع بعض بأحلى الحلقات. بكرة طبعا حلقة جديدة رح يكون الشيف خميس مع ضيف أو ضيفة؟ ضيف. ضيف. أكيد طبعا بكرة لازم تتابعوهم عشان رح تكون حلقة أكيد مميزة. باي باي. موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة